نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا تضمن إنفوكرافات تصلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميقة وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة حيث بلغت الإرادات تسعة مليارات وأربعمائة مليون دولار عام 2022-2023 مقابل خمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار عام 2013-2014 كما لفت تقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25900 سفينة عام 2022-2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة مقابل 16700 سفينة عام 2013-2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر